تانية دايماً بيقول إن شعب لبناني شعب محب الحياة تحت أي ظرف بيغني تحت أي ظرف بيكون دايماً متفائل وعنده روح كده إنه دايماً اللي جاي أحسن فيه أغنية أنا بالنسبة لي أغنية مهمة جداً بتعبر فارعاً عن لبنان في وقت من الأوقات وقت من الأوقات الصعبة كمان أغنية زمن الأغنية دي إنتي حتى ما صورتيها ما كانش فيديو كليب عادي كان زي شورت موفي أو فيلم قصير قدرتي تسجيلي فيه وقت ممكن وقت طفلتك وقت مكبرتي شوية وقت مبقى عندك ولد وهو شايفة كويتي تتفرجي خلينا نتكلم عن الأغنية دي وبعدين هنشوف مع سادة المشاهدين الكليب بتاعشان يفهموا إحنا منتكلم على إيه تحديداً كلمي عن أغنية زمن زمن مثل ما قلتك كان يعني عملناها بأصعب صروق ظروف أو أصعب وقت عم يمرق في لبنان يلي كان سنة اللي فاتت أنا شخص كتير معلق بلبنان وكتير بحب لبنان وبحب وين ما سافر بالعالم أنه وصل صورة لبنان بطريقة ما من خلال الموسيقى يعني بحب أنه وصل صورة لبنان الحقيقية طيبة الشعب جمال البلد كل هول الأشياء اللي عن جد نحنا بخلونا نحس أنه نحنا محظوظين نكون بهذا البلد وبعرف أنه كل اللي بيجوا من برات لبنان يزوروا لبنان ما بيستنظروا هالأد يتعلقوا بلبنان بالظروف الصعبة وقف الكلام بطريقة معينة يعني ما عدنا نعرف شو بدنا نقول شو بدنا نغني للبنان وحسيت أنه بركي أحسن ما نغني للبنان لأنه ما كان الوقت بركي مناسب بس وقت اتعرفت على توني كرام وسمعت هذه الأغنية كمان من كلماته ألحانه حسيت أنه قال كل شيء قال كل شيء عم نحسه يعني قديش تأثرنا وقديش تعذبنا وقديش موقع ما خلقنا عم نعيش صعوباته هالأجيال عم تجي وعم تنعاد نفس القصة وأنا اليوم إذا لو اتجوزت عندي ولد كان حيعيش اللي أنا عشته وقته خلقت وبنفس الوقت خلصت الغنية بكمانة تفاقل وبإيمان كبير أنه قصة صح تتغير وحنبني هالوطن والتغيير جاية فكمان الكلب من إخراج توني كرام وكننا نحكي تحت الهواء أنه أنا بحب وقته يكون الكلب عم بخبر قصة لأنه بحس أنه الفنين منه بس استعراضة يعني كمانة حلو يكون عم بيعيش الدور وعم بيوصل القصة فاتصورت على هيك طريقة شوية هل أنت تحب المدرسة هذه فكرة أنت توثق الأحداث في الكليب أو في الأغنية بتاعتك بحب هيدا شي إيه؟ بحس أنه عم بعيش مع زمن معين وعم بتأثر فيه وحلو أنه انشره من خلال الموسيقى تجي نفاهم الناس أكتر يعني إلا 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 نتكلم عليه ونسمع زمن أكيد